السلام عليكم محمد الله نتحدث عن العلاقة بين درجة الفجدان السمع مقاسة بالديسيبيل والقدرة على صماع الأصوات وفهم الكلام ده تصنيف طبعا من التصنيفات العالمية بيقسم الأعقاء السمعية طبقا للدرجة الفجدان السمع بالديسيبيل فمن 27 إلى 40 درجة الفجدان السمع بسيطة جدا من 41 إلى 55 بسيطة من 56 إلى 70 متوسطة من 70 إلى 90 شديدة ومن 90 فأعلى فما فوق تعتبر شديدة جدا ودي التصنيفات اللي بتحدد الأصم من ضعيف السمع وعكذا طبقا لللي احنا عرضناه طيب بعد كده عندنا إيه بقى؟ هنتحدث عن أسباب الأعاقة السمعية وإحنا في الأسباب هنقسم يعني عندنا أسباب الفجدان السمعي التوصيلي ترجع إلى التشروهات الخلقية في القناة السمعية أو تعاودها للالتهاب والأوام تجمع المادة السمغية والشامعة اللي موجود داخل الأزن سوق بالطابلة نتيجة التعاود لأصوات متفعة جدا لفترات طويلة وإحنا عرفنا قبل كده أن نستمع التوصيل في الأزن إيه؟ الخارجية والوسطة هو يتكلم على الأشياء الخاصة بالأزن الخارجية إذا كانت جمع المادة السمغية والأزن الوسطة اللي فيها الطابلة تعاود الأزن الوسطة للالتهابات المتكرمة العيوب الخلقية في الأزن الوسطة طيب إيه أسباب بقى الفجدان السمعي الحسة عصبية؟ فيه أسباب براسية يعني رجع إلى الوراثة الجينية أثناء الحمد طيب الإصابة بالحمة الشوكية ولو فيه أصيبة الأم أو أصيب الجنين المولود إصابة الأم الحامل بالحصبة الألمانية لو الأم الحامل أصيبت بالحصبة طيب نقص الأكسجين عند الولادة والولادة المتعساعدة من طوافق دم الوالدين كل ديه أسباب للفجدان السمعي الحس عصبية شكرا